أنا آسف في اللي أنا هقوله دلوقتي بس مضطر أن أنا أقول زيادة الوزن عند الأطفال الصغيرين تؤدي لإيه؟ أول حاجة أنها تؤدي إلى لقدر الله طبعاً وربنا يعافي يا رب الجميع لقدرنا كلنا طفال الصغيرين زيادة الوزن عند الأطفال الصغيرين تؤدي إلى تسهيل الإصابة ببعض الأمراض على رأسها النزلات المعاوية يعني الطفل الصغير دا اللي وزنه زايد على طول عنده مشاكل لها علاقة بجهز الهضم كمان الطفل الزائد في الوزن هتلاقوه بيتأخر في التسنين أنا بقولكو بعد إحصائيات طبية الطفل الزائد في الوزن مش بس بيتأخر في التسنين ها بيتأخر في عاجة تانية؟ آه بيتأخر في تطوير النشاط الحركي النشاط الحركي اللي هو زي إيه؟ زي الجلوس ألا أنت مش لسه بتقول يا عم حركة عند الأطفال دا اسمه النشاط الحركي يعني أن الطفل يقعد ويتوازن كده في قعدته دا اسمه النشاط الحركي أن الطفل يحاول يقف دا اسمه النشاط الحركي مش زي ما حضراتكم فاكرين أن الحركي يعني أنه يمشي لا النشاط الحركي يعني أن الطفل يقعد يسحف ومش كل الأطفال تسحف تقف تتسند وهي ماشية يعني تمشي مستندة على الأساس أو يعني أو كده المشي المشي بقى بدرجاته